في تفصيلة وراء بفرج على مباريات حكامنا المصريين في كاس الامر في اي بطولة دولية بقعد اقول ايه بقعدوا الحكم بتاعنا لما بيطلع برة هكلمك بصراحة والله هفوض فوض معيك يعني هياخد بدل كويس في عربية هتوديه وتجيبه اه ما فيش حد بيسعقله ويقوله ويقوله انت هتستبعد يعني بيعيش مكرم يعني بكلمك بصراحة يعني فاحنا لا بنعرف نديله الفلوس اللي بياخدها برة دي ولا بنديله الوسائل الراحة اللي تخليه برضو ينزل الملعب مركز ومبسوط انا بقول كلام صح ويقول كلام غلط لا يعني هو فيه 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 جزء صح والجزء التاني لا هو هنا مكرم طبعا في بلد لا لا مش بتكلم على بلد انا بتكلم على مسمى عوضي انا راجل حكم فانا بروح مثلا مثلا يعني بعربية تودين الستادو ترجعني مثلا باخد بدل رقم كويس عشان نزل اقادين مباراة مهمة في الدول المصري او اي مباراة دولي حتى المحتلفين هل ده بيحصل احنا ولا بيروح بعربيته لا بيروح بعربيته بعربيته الا مسلا لو فيه مسلا سفرازة غرداءة او اسوان بطيران او الغرداء بتبا فيه عربية ومتديهم مجيبون اه بدأنا نتحرك ممكن تأخدني في حتة الماديات والكلام ده كله ياريت احنا بنسمع من احنا صغيرين يقول لك انت نفسك ليك انت بس كنت بتاخد مستحقتك متأخرة سنتين بسلا وانت بتحكم لا بس خلينا نتكلم يعني احنا كانت فيه مشكلة فعلا بجد في الماديات او في الفلوس كانت متأخرة يمكن برضو بشكر مجلس قدارات الاتحاد بشكر النايب احمد دياب الربطة بالنسبة للدور الممتاز خلاص صرفت كل ما هو الموسم اللي فات كله كل المتأخر كان ليه تواصل مع النايب احمد دياب وكلمته عن الربطة الراجل قال لي الربطة السنة التانية هتصرف وفعلا الصرفت دلوقتي هتبدأ الربطة السنة الاولى وده ان شاء الله هتتحلل المشكلة دي وقال لي العشر اسابيع اللي تلعبوا احنا لابنا 11 اسبوع قال لي العشر اسابيع بلغ حكامك تروح تقبط برضو الفلوس فهم دلوقتي برضو الرابطة التانية والعشر اسابيع يبقى بايا لهم اسبوع واحد بس بدأنا نتحرك الحمد لله رب العالمين عشان كده انا بشكر مجلس قدارات الاتحاد وبشكر ان ايابا احمد ياب ده حصل وقل لي بصراحة انا عرف انت صريح جدا اصلا يعني ده حصل انه الحكام المصريين كانوا قابدوا غضبهم انه هم يديروا مباريات كاسر رابطة قبل ما ياخدوا مستحقاتهم المتأخرة لا 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 خلص خلي بالك الحكام اسكلام ده اتنشر لا 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 خلص غير موجود والله نحنا مجرد مع انهم الناس راحت يعني خلي بالك الحكام اكتر ناس بتضحي واكتر ناس بتتعب ايابا مش عايزينهم با يضح ايابا عايزينهم يعني بيضح هقولك ازاي يعني فلوس متأخرة خلي بالك فلوس ما فيش فلوس هضيعها ايوا لكن في فلوس متأخرة ما شفتش جاي حاكم علينا مش هلعب هم هم من حققهم يطلبوا بحققهم لان دي حقوق طبعا ودي اما اخرت انا اول واحد اتكلمت طبعا ما احترامل اي حد مش هينفعج اعود في برنامج واقول كلام انا غير مختنئ به صح دي فلوس ودايما حقوق الناس لازم تتكلم عليها ما هي في المجل فانا كنت بتتكلم عليها ولجنيتي كلها كنت بتتكلم عليها هم ولقينا استجابة من أستاذ جمال علام لقينا من الربطة بدت الامور تتحل وان شاء الله ما تقلقاش فيه مشاكل هم لكن مفيش حكم ابدا ان هو ما يلعبش ابدا خالص امرها ما حصل هم تكلموا على الفلوس اه اتكلموا لنا حقوق هم واحنا سمعناهم ودحقهم عشان كده انا بعد ما حسيت ان هم بيسألوا على حقوقهم انا سارعت واتصلت بالنائب احمد دياب وكلمته قلت له الحكام مش مش هتلعب الحكام زعلانة بكلمك بهمتها الامان قال لي قلت له الرابطة الاولى والتاني ما خدوهاش قال لي طب الرابطة التاني خلاص اعتبر ليها تصرف والدور المنتظر يصرف احنا بس دلوقتي بنشوف الرابطة الاولى هل مع التحض الكرة ولا مع الرابطة لو اتحلت دي كمان يبقى ان شاء الله كل المشاكل يتحلت تماما والحكام رضيين دلوقتي رضيين كلهم مبسوطين كلهم مبسوطين بس برضو ان شاء الله القسم التاني والمحترفين والقسم التالت هتصرف منهم حوالي اربع اسابيع او ثلاث اسابيع اتمنى ببقى فيه سرعة شوية لانه دول انا بقول دايما عنهم الغلابة ولازم اجري عليهم قبل باجري على الدور المنتظر وحكيب بدلاتهم مش كبيرة يعني مش كبيرة قوي بس في نفس الوقت برضو لازم نجري عشان تطلع لهم الفلوس لان فيه ناس في هذه الفئات محتاج الفلوس بجد يعني وان شاء الله يكون ليها تواصل برضو مع مجلس تدارة الاتحاد والسجمال اول ما يرجع اللي انا هجري اتحرك في هذا الموضوع عارف انا دايما بقول كده اللي بياخد اعلى راكم واللي بياخد اعلى راكم هو محتاجهم يعني يعني كل الناس محتاجة حتى لو مش محتاجه حقه بالزبط وبعدين هتطلب ازاي من حكم انه يركز في المبوراء الحلم دول الله حكامنا بيركزه وهيلين وكل شيء بس هتطلب منه ازاي يركز مية في المية لو معلش يعني انه ياسف والله انا عارف لانه بصغر الموضوع شوية وان كان دحية انا متأكد انت عارفه اكيد بيجيه ويشتكو لك اصلا يا كابتن محمد انا عندي قصة مش عارف ايه مش عارف اسدده اصلا عندي مش عارف فلوس عليا في ايه مش عارف هيندي للك ازاي كان لعيب الكورة اللي بياخد ملايين يعني ربنا يا رب بيزدهم بيبقى عنده نفس المشاكل ده فهي مالك انت حكم بياخد رقم قليل جد اجيد طبعا ومتفخ معا تماما ويمكن انا يمكن كل ما كانت متأخرة كنت كل ما بروح للاتحاد بنزل لمجلس صدارة الاتحاد كل يوم كنت باتكلم على المروه ده لانه ده حق ولزم ياخدو ولزم نفسية طريق